السلام عليكم ورحمة الله طلابي الأعزاء أكمل وياكم الجزء الثاني من محاضرة الشيستوسومياسس هنا وصلنا إلى الكلينيكال البرزنتيشن الكلينيكال البرزنتيشن شلو معناها؟ معناها أنه المريض اللي ينصاب بهذه الدودة شلون راح يجيني؟ شلو من أعراض عنده؟ ها شلو من أعراض عنده؟ فيقول لك أولاً اللي هي عندما يصير باي سيركاريا سكن يعني جلد اختراق عندما هذه الدودة تخترق لك جيد ماتك تذكرون البنية السكر ها السيركاريا اللي تخترق جلد الإنسان زين؟ هاي ش راح أسوي لك من تخترق جلدك؟ راح أسوي لك كوتينس هايبر سينستفتي بتي راح تقول لي فسل المصالح هايبر سينستفتي سينستفتي حساسية انت أكيد راح تتحسس هاي دود راح تقلصة تدخل اللي جوه أكيد راح تتحسس فأول حساسية هايبر يعني حساسية عالية كوتينس وين مكانها راح تكون على الجلد لأن السركارية اخترقت الجلد فراح تصير كوتينس على الجلد هاي معنى كوتينس لوكال فقط في موضع القرصة من أقول لوكال يعني فقط داير مداير القرصة يعني مو بجلدي كله من البداية للنهاية لا لا فقط داير مداير القرصة فهاي شنقول عنها لوكال كوتينس هايبر سينسيتفتي شنون راح تبين لي هاي الحساسية شنون راح تبين لي باوعي شوف يقول لك اها خلى راويكم هاي الصور يقول لك تبين بهالشكل تبين انه اه سمول صغيرونة سمول سمول صغيرونة ويتشي يعني هاي الحساسية هتبين صغيرونة ويتشي يعني تحك تخليك تحك اتشي تخليك تحك زين وثلاثة ماكيو بابيولر حمار بيها لون أحمر بيها زين هاي اللون الأحمر بيها يسمونها ماكيو بابيولر ماكيو بابيولر زين اتشي تبين اتشي تبين اتشي اه يعني اتشي تخليك تحك وماكيو بابيولر ليجين يعني اه فدلون احمر اتبين وازين هاي بالنسبة اتشي تبين الحساسية صغيرونة اتشي ماكيو بابيولر ليجين وكلش بسيطة زين اتنين اكيوت شست باعوا اول فترة من اصابة المرض يعني انت اول فترة تخلط لك بيها الدودة وانصابيات وتمرضت هاي اول فترة اسميها اكيوت لكن الحالة اذا سمرت مدة طويلة عبرت الاشهور اهنا نسميها المرض ما تكصار مزمن وليس اكيوت فهاي الفرق بين الاكيوت والكرونيك جزوها يسمع انتم اكيوت كرونيك اكيوت هو الحالة انه انت بداية المرض اول فترة من المرض اسميه اكيوت اما اذا المرض السمر لفترات طويلة هاي اسميه كرونيك مزمن فالاكيوت شستو سومياسيز راح يطيك حالة يسمونها الكاتمة فيفر شنو هذي كاتمة فيفر خوية حلوة حتى حفظها سهل فيفر كاتمة كاتمة كاتم زيان ماكو صوت يسمونها كاتمة فيفر زيان هاي شنو كاتمة فيفر يقول لك هاي الكاتمة فيفر معناها سيستميك بالجسم كله هايبر سنستيفيتي معناها سيستميك قلنا هايبر سنستيفيتي معناها حساسيه حساسيه عاليه بس هالمرة مو لوكال مو موضعيه هالمرة بالجسم كله فراح سيستميك هايبر سنستيفيتي بالجسم كله هايش وقت بعد اسبوع واحد اول ما نصابيت قبل اسبوع انت قبل اسبوع مثلا السبت اللي راح نصابيت هذا السبت يعني بداية هذا السبوع بعد اسبوع واحد تصير عندك حساسيه بالجسم كله هاي حساسيه اللي بجسم كله اطلقنا عليها كاتمة فيفر كاتمة فيفر خصوصا وذ شنو خصوصا وذ اس اللي هي شستسومة مانسوني وشستسومة جابونيكم خصوصا مع الشستسومة مانسوني وشستسومة جابونيكم فيطونك ذولة كاتمة بعد اسبوع كاتمة بعد اسبوع من دخل لك يتسوي لك كاتمة فيفر اي حساسية بجسم كله بكل بساطة الروح نحل لها سؤال شوي خلنغير جوانو ياكي خلنغير جو يقول لك كاتمة فيفر كوز باي يجي جي كروزار كاتمة فيفر الصي بسبب اول اكيوش شستسومة ميلا فنقاي بكتريا ننوف ابوف اكيد اكيد اكيوش شستسومة اكيد اول اكيوش شستسومة خوش قيد بسيطة تمام نجي الى ثلاثة السيسم كسبتم شنو الاعراض اللي تيجي اللي تيجيك بالجسم كله شنو اعراضك شنو راح تيجين ايش عندك يابا تيجيني الاعراض الاتية اول مسخن فيفر مسخن اقح كف قحة اثنين اه ثلاثة اه الم بطني اسهال ديارية ديارية اسهال فهي اكيد سيلا ذني اه اجي اه مسخن اجي اقح اجي 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 ابدومنال باين اجي يعني اه الم بطني اجي ديارية اسهال اجي ازينوفيليا شنو ازينوفيليا ازينوفيليا انت عندك بالجسم خلايا اتهاجم الدود اتهاجم الدود يعني مجرد ما تدخلك دودة بجسمك اكو خلايا مناعية بالجسم يسمونها الاسينوفيل الله سبحانه وتعالى مصممها اليك اتهاجم اي دودة تدخل اليك اي دودة تدخل الي جسمك ازينوفيليا ازينوفيليا معناها صعدت خلية الاسينوفيل بالجسم منتصعد خلية الاسينوفيل معناها اكدودة داخلة بجسمك هيك تفكر انت فمن اقول ازينوفيليا يعني اكدودة داخلة الى جسمك وخلايان المناعية هجمت عاديها فعي بديهية ومنطقية ازين وهيبات سبلين وميقالي هيبات يعني كبد هيبات وكبد سبلين يعني طحال ميقالي يضخما يكبر بسبب الدودة هذن الاعضاء الي هي الكبد السبلين راح شنو راح يضخما يكبر زين تمام النقطة الرابعة النقطة الرابعة شرح يصي عندي قل لك كونتينيوينك انفكشن استمرارية انفكشن راح تأدي لك الى يعني العدوة العدوة هاي العدوة الانفكشن اذا استمرت وياك اذا صاد كونتينيوينك استمرت وياك الفتاة طويلة شرح يصير وياك راح يصير جرانيو لوميتس هستنى فهم شنو معناها وفاي بروسيز طلا جرانيو لوميتس نقصد بيها هذي الدودة فنفترض هذي الدودة هذي الدودة جرانيو لوميتس اي انه الاعضاء الخلايا المناعية راح تجي تجمع حول الدودة هاي خلايا مناعية زيان هاي خلايا مناعية تجي تجمع حول الدودة ما تخل الدودة تاخد راحتها شوف تشوف هاي خلايا المناعية ماتك تجمع حول الدودة يردن يسجن الدودة وشنو خلايا مناعية يفرز خلايا مناعية تفرز سموم على الدودة فالصير نحر بين خلايا مناعية مالتنا وبين هاي الدودة فهذا الشكل اسمي جرانيو لومة جرانيو لومة وهذا شي جدا شاع يعني نشوف بالبكتريا نشوف بالبراسايت بالطفيليات زين حتى راح بالتيبي تاخذون بالتفصيل ان شاء الله بالتيبي راح ندرس بالتفصيل فهاي معنى جرانيو زين اي انه الاعضاء اللي بيها هذه الدودة الاعضاء اللي موجودة بيها هذه الدودة المصابة العضاء المصابة فمعناها الاعضاء المصابة راح تتليف تتليف زين فيصير بها تتليف بسبب هذه الدودة مثل ياعضاء مثل عضو السبلين اضطحال ومثل ومثل عضو الكبد فكنت تعفظ لي انه راح يصير راح يصير راح يصير ادي تليف بالاعضاء المصابة مثل اللي يفا بالاعضاء المصابة مثل السبلين والليفر زين هذه نقطة النقطة الرابعة النقطة الخامسة يصير عدنا اشتست سومو انفكشن يسوي لي سي ان اس سبتم سي ان اس سبتم راح تقول شنو معنى سي ان اس سي ان اس اللي هو سينترال نيربوس سيستم سي ان اس هو السينترال اس معناها السينترال المركزي سينترال معناه مركزي نيربوس نيربوس يعني عصب العصبي سيستم جهاز سيستم جهاز فصار جهاز الجهاز العصبي المركزي من اقول لك سي ان اس معناها الجهاز العصبي المركزي راح تقول هو الجهاز العصبي المركزي من ين تكون اجي هاي الصورة الجهاز العصبي المركزي يتكون من دماغ شوف هذا دماغ ويا حبل شوف هذا حبل سمونا الحبل الشوكي هذا الحبل الشوكي زين فالجهاز العصبي المركزي متكون من شغل تين متكون من براين الدماغ وسباينال كورد الحبل الشوكي فعيدوا يعني الجهاز العصبي المركزي متكون من براين دماغ وسباينال كورد الحبل الشوكي زين يا بطل فهذا الجهاز العصبي المركزي ومتكون براين الدماغ والحبل الشوكي زيان يا بطلاب طيب نجي لهنا عرفنا ان الشيستوسومة تأدي لك الى اعراض بالدماغ يسوي لك اعراض بالدماغ وتوصل للحبل الشوكي يعني شقدت هاي فدودة مزعجة لان توصل لك لجهاز العصبي مالتك توصل لك للدماغ مالتك لبراين مالتك توصل لك للحبل الشوكي مالتك ها يا طلاب ها يا ابطال هو سهل لكلش زيان فيقول لك ان ذي براين هس يجي واحدة واحدة بالبراين شي سوي لك بالبراين شي سوي لك يقول لك ان ذي براين يعني بالدماغ مالتك ايه راح يصير تجمع جراني لومة يعني الدودة لمن توصل الدودة مو راح توصل الدودة مو راح توصل للدماغ الدماغ شنو يقوا ي منصد قراني لومة فاهم Очوصة ان ذي ب эта نقطة انه بالسيربرال بالدماغ بالدماغ بالسيربرال اسمي السيربرال ممارات قاني بالسيربرال يصير قراني لومة قراني لومة قراني لومة ديزيز وهايو قرارoa متوك لي قو scent اليهد وقتل يقراني لومة اقبال عينك ايه ي bike حاول البيوض حاول البيوض حاول الايك مال هاذي الدودة مال الجابونيكم حاول الدودة اليابانية اللي تعرفون الياباني دا ما خوش يشتغل فاذكر بالبراين اللي راح توصل البيوض اللي راح توصل مال يا دودة راح تقول لي مال الشيستي سوما اليابانية دا ما خوش يقول الياباني فاعدك تعفظه بهذه الطريقة زين يا بطن خوش هذي بالدماغ بالسباين الكورد شي يصير خوك اللي ش بسيطة هم بالسباين الكورد من توصل هذي الدودة الي هنا بالسباين الكورد ايضا راح تتجمع الخلايا المناعية حولها من الجمع الخلايا المناعية حولها قطعتني Operatoring فيقول لك ايضا بالجرانيلوم والاقراء في الصيف ايضا بالجرانيلوم لاني صيره قرانيلومة حول البيوت حول البيوت شنو حول البيوت مع الشيستيسومة ما نسوني وشيستيسومة تتكرم هيماتوبية زيان فبالدماغ انا حافظ الجويكم بقية الاماكن بالحبل الشوكي تقلي منسوني وهي ماتوبيا زين هسة هاي فهمناه تمام خلصنا الكلينيكال إبرزنتيشين راح تقولي راجالياه تمام بسغط كلش بس ركزوا يا راح نبدي ان راجع بيمان نبدي راجع بالاعراض السريرية من هاده الدودة شنو الاعراض السريرية باعوا خلني فتح الصرحة حساني حافظوا اياكم اشوف شقد راح اتذكر بالله اتذكرنا كل هين لولا انتبهوا اياي خليجي نحفظي الله حساني راح اسويك هاي طريقة حتى تحفظ في الكلينيكالبريزنتيشن يلا يا طلاب بصوت هادئ راح اراجح لكم اولين قلنا لما دودة هاي تخترق جلديك راح يصير عندك موضع الاختراق يعني موضعي يعني بالجلد يلا حفظوا رددوا ياي لوكال كتينس هايبر سنستيفيتي حساسية عالية هايبر سنستيفيتي زي هالي اول نقطة لوكال كتينس هايبر سنستيفيتي زي النقطة الثانية النقطة الثانية شي صير عندك يصير عندك فيفر يسمونها كاتمة كاتمة فيفر اللي هي معناها سيستيميك هايبر سنستيفيتي يعني حساسية بجسمك كله سيستيميك هايبر سنستيفيتي زين حسا يحفظناه زين الثلاثة شنو الثلاث راح تجيك اعراض اعراض مثل شنو اعراض مثل دياري اسهال دياري اسهال سخونة فيفر زين والى اخر تقول لي دياري ابدوميال بين الام ابدوميال بين الام بطني اسهال سخونة زين هذي العراض الثالث خلصنا اول ثلاثة فتبدي شنو تعفظها كالقاطي لوكال هايبر سنستيفيتي النوب سيستيميك هايبر سنستيفيتي اللي هي عبارة عن كاتمة فيفر فبدينا باللوكال هايبر سنستيفيتي تحولت الى سيستيميك هايبر سنستيفيتي حساسية بالجسم كله اللي يسميناها كاتمة فيفر النوب طرعت له هاي الاعراض مثل فيفر دياري اسهال الم زين هو بسيطة كل شيء النوب نحكي عن شنو نحكي عن السي ان اس الجهاز العصبي المركزي النوب راح نحكي انوك عن السي ان اس الجهاز العصبي المركزي راح تقول لي بالجهاز العصبي المركزي ادي براين راح اصير قراني لومة حوله قراني لومة قراني لومة حوله وراح تقول لي ادي سباينال كورد هم راح اصير قراني لومة حوله تجمع مع الخلايا من اعي حوله فبراين دماغ وحبل شوكي قراني لومة راح اصير حول الدماغ وقراني لومة راح اصير حول حبل شوكي قلنا يا دودة سوي لك قراني لوم حول الدماغ يا بيض مال يا دودة تقول لي جابونيكم لان اذكر الياباني دماغه يشو خوش يشتغل فجابونيكم شيستيسومة جابونيكم اما بالسبايل الكورد راح اذكر المانيسوني والشيستيسومة هيماتوبيا زين بعد اخر واحدة راح يصير تليوف بالاعضاء المصابة بالاعضاء المصابة مثل يا اعضاء مثل السبلين الطحال ومثل شنو مثل لفر الكبد بسيطة لو صعبة شفتها بهالبساطة لخصتها اليكان بهالبساطة شفتني شو حافظها لان افهمها بطريقة سهلة جدا فيكون حافظها بطريقة سهلة جدا زين نكمل انا وياك يلا يا بطل عبطان يقول لك يا بي نجيل هنا الى الباثولوجي يقول لك يا بي انه هادي الشيستيسومة مانيسوني زين وشيستيسومة جابونيكم ها شي تسوي لك يقول لك تروح يسوي لك هباتك كومبليكيشن هس اشوفها سراحة يعني الكلام اغلبها راح يصير معات كومبليكيشن يعني اعراض او اي اعراض اعراض كومبليكيشن يعني معناها اعراض زين هباتك يعني بالكبد فهيباتك من اقول لك هباتك معناها كبد من اقول لك ليفر هم معناها كبد اثنين يعني معناها كبد هباتك و ليفر هباتك غريفر يريد لو تعافظ لان كلش من مهمات اتلخل لك الدودة وتوصل ل لكفكي الخلايا المانااية تسكت لو لأ الجواب الخلايا المانايية ماتك تسكت اذا الخلايا الماناية ماتك راح تروح تهاجم الدودة فراح تصير حرب بين الدودة وبين الخلايا المناعية مالتك بين الجنود مالتك هادي الحرب اطلق عليها مصطلح انفلاميشن راح تصير معركة طاحنة بين الدودة وبين الخلايا مالتك بين الخلايا المناعية مالتك بين الجيش مالتك هاي المعركة الطاحنة مالتك اسميها انفلاميشن وقلنا الخلايا المناعية لما تجمع حول الدودة راح تصير قراني لومة فيقول لك بسبب انه راح اصير معركة راح اصير الكبد راح يتضرر فيصير ادي اه هيباتيك كومليكيشن تمام بعد يقول لك ايضا انه قلنا اكو بيوض اكو بيوض ايك ايك بيوض راح تهاجر و تسوي لك تروح اين تروح لبرين للدماغ وللحبل الشوكي وهناك راح يصير احول هاي البيوض ايجا قلنا شفت التكرار ايجا قلت سهل راح يصير لك شفت ايجا قلت اخو ايدي هانو ياك هسا تايحفظتها لان عندنا جيد هاي ايجا 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 نجي لهنا هاذي بيها نقطة مهمة وبيها سؤال مهم بيها سؤال مهم شنو هذا السؤال مهم الشيستوسومة هيماتوبيوم شي سوي لي من اعراض شيستوسومة هيماتوبيوم شنو الاعراض اللي يسويها اولين نتذكر مكان هوين كانت موجودة كانت موجودة هي بالجهاز البولي الجهاز البولي يعني موجودة بالمثانة زيان فهي موجودة بالجهاز البول فيش يسوي لك يسوي لي اولين هيماتوبيوم شيرية هيماتوبيوم شيرية تتخلي البول يطلع ويا دم هي مو موجودة بالمثانة crossing boiler فهماتوبيوم شيرية اي انbow dialogues queenemotoria هيمة يعني دم يعني دم رح يطلع مع البول سكارنج تليوف سكارنج معناها راح تسوي لك تليوف مثلا هي موجودة بالمثانة سوي لك سكارنج بالمثانة يعني تليوف بالمثانة كالسيفيكيشن يعني راح تتكلس شي صيبية التكلسات تتكلس هاي معنى كالسيفيكيشن فتقول لي هيماتوريا يعني شو شوف الهيماتوريا اول نقطة اتذكر هي مو بدايتها بحرف ال H فراح تسوي لي شي بحرف ال H اللي هو هيماتوريا راح تسوي لي هيماتوريا 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 شوف شون ذكرته هاي طريقة حتى تذكر هذه حتى ما انساها اثنين استوي لي سكويمة سيل كارتونومة اهان استوي لك كانسر سوي لك سرطان كارسينوما يعني سرطان هذا السرطان اسوي اسمي سكويمة سيل كارسينوما هادي كل ليش مهمة يلا حفظوا يا بطل شي سوي لك من كانسر سكويمة سيكويمة سيل كارسينوما يلا حفظوا يا بيان ما اروح للسؤال يلا حفظوا يا بيان شي سوي لك من كانسر سكويمة سيل كارسينوما 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 شوف يا بطل سكويرمالسيل كارسينوما تقول لي اللي هي الهيماتوبيوم هاي الدودة هاذ النوع هو اللي يسوي لك سكويرمالسيل كارسينوما اخر شي قلنا راح اصير ايضا هاذي الشيستوما هيماتوبيوم راح تروح منها بيوض من عدها تروح للسيعنس يعني تروح للدماغ تروح للحبل الشوكي ويسوي لك قرانيلوم هناك هاي بسيطة هاي شلون اللي هنا سهلة يعني مو فالصعبة مو فالشي صعب زين شلون خلصنا من الباثولوجي نيجي هنا البرفينشين شلون يصير الوقاية من هذا الدود شلون اتخلص من هذا الدود يعني يقول لك اغني اتجنب السباحة اتجنب انه اسبح اسبح بفريش ووتر بالمياه اتجنب السباحة بالمياه زين وخصوصا بالدول خصوصا بالكانتري كانتري الدول اللي يعتها شستو سومياسس الدول اللي منتشر بيها هذا الدود اتجنب اسبح بيها هناك زين بينما يقول لك انت اذا سباحيت اذا سومينغ سباحيت بس ركزي باي يقول لك اذا انت سباحيت سومينغ في الاوسيان يعني المحيط المحيطات زين المحيط او سباحيت بي بي اه حوض سباحي بس بيه كلور يحتوي على كلور حسن انت روح للمسابه حسن هي بيه تلقى اول شي بيه تلقى بيه كلور هوي زين فحاول سباحي بي كلور فيقول لك هذا يعتبر امن اليك فاذا انت اذا تسباح بالمحيط او تسباح بمسبح بي كلور هذا يعتبر امن اليك لان ما بيه هذا الدود زين تموم فاي كلش بسيطة خواهي شفت البرفينشن فتشيه تافه زين شلون اعالج اجا وقت ما يقارو زين تمام نكمل نجي الهنا التريتمنت شلون نعالج هذا الدزيز يقول لك التريتمنت العالج تعالج عن طريق برازك ونتيل برازك ونتيل عالج فقط الدوامات اللي تحفظه هو برازك برازك ونتيل برازك ونتيل اخليك شون تحفظه اهنا يقول لك هاي طريقة تتذكر انه هذه الدودة تصيب الرأس مالتك تصيب البرين مالتك الدماغ اللي موجود برازك تصيب لك الحبل الشوكي يعني تصيب الرأس مالتك زين فقط يكون دو patients اطل دو يسمونه برا برا شو اشوف برازك برا زك ouais بتكمل لى نهاية ماتة في سفMIN برازك ونتيل برازك ونتيل برازك ونتيل فهذا تحفظ لي برازك وانتي برازك وانتين يقول لك هذا ناخده اليومين يأخذ اليومين تايك فور يوم الى يومين وهذا يعاجدك كل انواع الشيسي سومياسيز يعني كل انواع اللي سواء جابونيكم سواء هيماتوبيوم كل هنأطيهن هذا الدواء هو كلش بسيطة دواء واحد متافئ كلش زين هسا بقتلنا نص صفحة هذي النصف الصفحة اشرح لكيها بجزء ثالث هسا وين انا اياك الروح الروح انراجع ونقرأ بالحقيبة زين الروح انا اياك انراجع ونقرأ بالحقيبة وراح نراجع بالصوت الهادئ بالصوت الهادئ زين نجي لحقيبة مواتنا زين نجي راح نراجع نراجع عشر دقائق نراجع بالصوت الهادئ مواتنا شوف شي يقول لك يقول لك يا بي الكلينيكال البرزنتيشن السيبتم اعراض الشيسي سومياسيز هي ما تصير يقول لك ما تصير بسبب الورم يعني دودة 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 ديم سيل يقول لك الاعراض اللي يصير بسبب الاعراض اللي يصير لما تدخل لك هذي الدودة هي مو بسبب الدودة نفسها شوف سبب شنو فهمنا يقول لك بسبب انه الجسم مالتك البادي مالتك الجسم مالتك راح يتفاعل ويهاجم ويسوي لك معركة ضد البيوض مال هذي الدودة ضد الايجز مال هذي الدودة فما مو راح يصير عندك حرب معركة انفلاميشن معركة راح يصير عندك حرب هاي هي اللي راح تطلع لك الاعراض فهي الاعراض مو سبب هي الدودة يسوي لك الاعراض لا 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 انه الدودة من تدخلك راح تجيها الخلايا مناعية هاجمها فراح تطلع لك الاعراض فهي بسيطة ومنطقية جدا تمام قل لك العديد من العدوى من انفكشن يعني العديد من المصابين يكونون اسبتماتيكي اي يعني ماكو سبتم يعني اعراض يعني يقول لك العديد من المرضى يجوني بلا اعراض لكن قسم من عدهم شلون يجيني قسم من عدهم يجيني بهالشكل يجيني اي لوكال موضعي كوتينس حساسية هايبر سنستفتي زين اجتني بعد ما صار اختراق الجلدي ويقول لك هذي الحساسية شترون راح تظهر يقول لك ابير تظهر لي سمول صغيرونة اتشي اه تخليك تحك وماكيوبابيلر حمرة زين النقطة الاخرى راح يصير عندي الاكيوت شستوسومياسيز راح يسوي لي كاتمة فيفر كاتمة فيفر اللي كاتمة فيفر تساوي سيستيميك هايبر سنستفتي يعني حساسية بالجسم كله زين هاي الحساسية اللي بالجسم كله يقول لك هذي يصير اكر تحدث بعد اسبوع اكر افتر ويك اسبوع بعد العدوى بعد ما دخلت لك الدودة والاسبوع يصير عندك السيستيميك هايبر سنستفتي او اللي يسمونه كاتمة فيفر خصوصا وي ياما خصوصا وي المانيسوني وي الجابونيكا ازيان المانيفستيشن ايضا الاعراض تتضمن لك اعراض بجسم كله مثل شنو مثل صونة مثل قحة مثل الم بطنك مثل اسهال مثل تضخم بالكبد والاسبلين هباتوسبلينو مقالي وايزينوفيليا اي الخلايا المناعية اللي تهاجم الدودة راح تزداد فيقول عنها ازينوفيليا ازينوفيليا زيان يا بطل تمام زيان يقول لك ايضا اي 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 اعراض بجهاز العصبي المركزي اللي هو الدماغ والحبل الشوكي فراح شي يصير عندك راح حول السيربرال حول الدماغ حول السيربرال يعني سيربرال معناه برين معناه دماغ حول الدماغ راح تتجمع خلايا مناعية حول الدودة يسمونها جراني لومة زيان هاي سببها انه اكو عدي كوز هاي سببها انه ادي اكتوبك اه شستسوما جاباني كم ايك بسبب انه هاي البيوض اليابانية راح تتجمع وين تتجمع بالبرين تتجمع بالدماغ لما البيوض تتجمع بالدماغ راح تجي الخلايا مناعية تتجمع حول هاي بيوض فسوي لك جراني لومة ديزيز زيان قلنا احنا هاذي راح تصير الجهاز عصبي مركزي الجهاز عصبي مركزي بدماغ وبحبل شوكي خلصنا من الدماغ نحجة عن شنو نحجة عن الحبل الشوكي هس نيجي هنا يقول لك الجراني لومة ايضا راح تصير حول البيوض الي تتجمع بالحبل الشوكي بالسباين الكوت واللي سببها الماني سوني وسببها الهيماتوبيا يقول لك ايضا اذا سمر الانفكشن اذا سمرت العدوى اذا كونتينيوك انفكشن العدوى سمرت فيقول لك هذا يؤدي الى فايبروسيس تليف تليف وين تليف بالعضو المصاب تليف بالعضو المصاب يتليف خصوصا الليفر الكبت والسبليين والطحال طبعا ليه هنا وصلنا يعني بعد ما راح اقدر اكمل لك اذن البقية لان شوية تعبت فان شاء الله بالفيديو الجاي بس استراح وارجع اشرح لك فيديو جاي اكمل لك الحقيبة واكمل لك النصف الصفحة اللي خلينا هنا النصف الصفحة اللي هي خلينا هنا شوف هذي النصف الصفحة ونختم موضوعنا ونقول مع السلامة شكرا